كل يوم حد بيكون معنا فقرة اقتصادية أسبوعية. هنتابع الفقرة الاقتصادية النهاردة مع أستاذة باسونت. فهمي خبيرة الأوراق المالية. نهارك سعيد يا أستاذة باسونت. أهلا وسهلا منهاركم سعيد يا فان. أكيد السؤال الأول. نعرف أخبار البورصة هذا الأسبوع. نحن ندخلين بداية أول أيام البورصة في الأسبوع الجديد. لكن أداءها الأسبوع اللي فات كان عاملت أكيد. وتوقعت حضرتك للأسبوع الجديد. أداءها الأسبوع اللي فات كان رد فعل للاستفتاء. ورد فعل للكلام اللي قاله ستاندودان بورز. أنه مصر عملت أهم خطوة. وهي الحقيقة خطوة الاستفتاء. ما كانتش الاستفتاء بس. كان الاستفتاء. وحضرتك لاحستي أنا في الشارع. الناس كلها كانت بتقول. إحنا عوزين فلان الفلاني يترشح للرئاسة. فكأنها كانت خطوتين في خطوة. بغد النظر بقى هو حيترشح ولا لأ. لكن الناس بينت قدام العالم كله. أنها متجهة للأمام. واستقرار جاي. على طول حديث لقيه ينعكس على البورسة. وخصوصا المحترفين. خشوا بسرعة يشتروا بسرعة. تطلع البورسة يبيعوا يكسبوا. وتنزل البورسة يرجعوا يشتروا. وهكذا. بس التعاملات للبورسة الأسبوع اللي فات دي بعد. رد فعله كان على المصريين أكتر ولا على الأجانب؟ شوفي حضرتك. البورسة مصري أو أجنبي. المهم يكون شخص فاهم هو بيعمل إيه. المصريين بيشتروا كويس قوي. والعرب بيشتروا كويس قوي. ممكن أكتر كمان من الأوروبيين والأمريكان. يعني الغرب. لكن بشكل عام كله كان بيشتري. الحقيقة كان في حركة شديدة في البورسة الفترة اللي فاتت. بعض الأحيان تلاقي ناس تبتديت بها عشان تاخد أرباح. اللي هم سميها جني الأرباح. لكن نشاط البورسة كان إيجابي للغاية الحقيقة. الحمد لله. الفترة اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير بمؤتمر ديفيس. ومصر كانت رايحة هناك المؤتمر بأمال كبيرة. وكمان بوافد كبير جدا. كان على رأسه رئيس الحكومة دكتور حازم الببلاوي. إحنا حابين نعرف إيه هي نتائج هذا المؤتمر. وهل ساعدت مصر بشيء أو فيه بداية لمشروعات ما تم اعتمادها أو اتفاق عليها؟ ولا لا. لا إحنا كنا نتمنى أن الدكتور الببلاوي أما يرجع زي ما حيك تفضلت بالوافد الكبير قوي اللي كان هناك. أنه كانوا يقولون أنه عملوا إيه؟ حقيقة. يعني إيه النتائج المرتقبة؟ صحيح؟ أنا شايفة أن الوافد كان كبير قوي. ويا ما طلبنا بالفترة بعد الثورة أن إحنا نحاول بقدر إمكاننا خفض شوية من تكلفنا. لأن إحنا يعني عايشين بالدين وما حدش يقدر إنكر هذا الكلام. لكن للأسف إحنا ما سمعناش إيه النتائج اللي نتجت عن ديفوس. صحيح جايز يكونوا يتكلموا ووضحوا الأمور. بس ده بيتم باستمرار. مش محتاج أنك تروحي بالوافد الكبير ده. لكن للأسف إحنا ما عندناش نتائج ملموسة لهذا المؤتمر. هو اللي قيل إنه كانوا وفد كبير لأنه كان بيضم رجال أعمال رايحين بمقترحات لمشروعات وتعاون مشترك مع الدول وكده. يعني ده اللي كان أعتقد ده السابق. لا هو كانوا وفد كبير حتى في مستوى الحكومي. رجال أعمال طبعا هم حرين يروحوا. لكن حتى على مستوى الحكومي كانوا وفد كبير أولا. لكن لسه ما قدرش يباني. شوفي حضرتك. مش ممكن نتكلم على الاستثمار طول ما إحنا ما عندناش أمن ولا استقرار داخلي. ده كلام على الاستثمار في الظروف دي كأننا مش فاهمين حاجة. عشان تعملي استثمار أنت عاوزها لأول أمن داخلي. وبعدنا عايزي حاجات تانية بقى. يعني ما نيجي نقول نبتدي من فيه. لا إحنا عايزين أولا أن نتحارب الفساد. تبيني أنك بتحترم القانون. تبيني أنك تبتديتي في أنك تشوفي مشاكل الطاقة. مشاكل منظومة نقل جديدة. إحنا صحيح عملنا استفتاء على دستور ورقة كويسة قوي. لكن عشان تفعل عايزة آلاف من القوانين. أيو صحيح. فعاوزين ناس تبتدي تشتغل بقى وتقول هنعمل قانون قوانين عشان نفعل اللي موجود في الدستور. هل في قوانين خاصة بالاستثمار ابتدت يعني تطرح أو تناقش في الفترة اللي فاتت؟ لا. وأنا دايما عايزة أقول نقطة مهمة الحقيقة بحكم ده أنا سيدة اشتغلت طول عمري في البنوك وفي الاستثمار والكلام ده. اللي ما تيجي تقولي أنا عاوزة أشجع مستثمرين. ما تقولي ليش أنا هعمل مزايا للاستثمار. لا. أنا عايزة مناخ للاستثمار. ومناخ يعني طاقة نقل أمن مدن جديدة قوانين واحترام القانون. يعني ما تجيش تقولي لي أنا أحدهم إعفاء ضريبي. ده مش دولة لقيمة. بس ده معنالنا عشان نبتدي الاستثمار بقى بشكل صحيح ده قدامنا بقى سنين عشان ده يحقق. عشان تبتدي استثمار متوسط الأجل. فالكلام اللي بيتقال كله ده كلام نظري ولا لقيمة. انت عايزة تقولي أنا هتطور مصر وحعمل مشروعات ضخمة. هتاخذ من ثلاثة لخمس سنيني وناس كلها لستبقى فاهمة كده. طيب هل الناس هتستنى؟ لا مش هتستناك. يبقى لحالة التوازي تكوني بتشتغلي على المجتمعات الفقيرة. وهي أخيرا الحكومة بتاكت تكلم على متناهي الصغر. القروض متناهي الصغر والصغيرة. تنشئ مجتمعات جديدة. لا تهتمي بالعشوائيات. يعني لازم تشتغلي على محورين أساسيين. أي. ان اكتراعي طبقات الاجتماعية البسيطة. دي اللي انت سايبها بقالك تانسيني. ما بتسأليش فيها من بعد الثورة. وقابليهم 30 سنة. فانت عملت لهم إيه؟ بالضبط. فما تزعليش لما حد يحتاج يقولك أنا أجري ما ترفعش. لا حقه يحتاج. طبعا. فانت كان لازم تركزي كحكومة أو كحكومات متتالية. على الاستقرار الاجتماعي. اللي هو الناس البسيطة قوي تديها قروض متناهية الصغر والصغيرة. تحافظي على الطبقة المتوسطة. اللي مش قادرة تعيش. اللي هي الدكاترة اللي بتدوا ينطقوا أخيرا. الدكاترة والمحامين وزباط البوليس من حقهم. بس لما أهم أخذوا أعتقد الشرطة ترفع المرتبات بتاعي. بس فيه برضو أنا سمعت أمبارح ومناء الشرطة محتاجينه. لازم تحافظي على الطبقة المتوسطة دي في الظروف دي. لأن ما حدش هيستنكي خمس سنين. طبعا. ده خلينا أسأل حضريتك سؤال خاص بما تريده مصر من الرئيس القادم. الرئيس القادم عنده تحديات اقتصادية عظمى. طبعا. لأن طبعا بجانب الديمقراطية أو تحقيق الديمقراطية أو الانتخابات والدستور والاستحقاقات دي. فيه مطالبات في الشارع كبيرة جدا بعدالة اجتماعية بالرفع للأجور بحد أقصى وأدنى للأجور. الكلام ده كله. والناس مش هتسكت لأي رئيس قادم لهمش حقيقة المطالب الآنية دي. واللي هي الملحة دي. الرئيس القادم ممكن يعمل إيه بشكل يحسس المواطن بتطور على المستوى المدى القصير. أول شغل يكون زي ما قلت لحضراتك على المستوات الاجتماعية الدنيا. أول شغل. المشروعات الصغيرة والحاجات الزغيرة كده. صغيرة يدي الناس فلوسي بيها تصرف حالها. بعدين اشتغلي على حقوقهم. عمل لهم شوفي موضوع العشوائيات صحيح يبتدوا عليه. ويمكن أنا سعيدة جدا أن الجيش يبتدى يشتغل على الموضوع. لأنه على الأقل جدي أكتر يعني. شوفي موضوع العشوائيات بأي شكل. شوفي أنك تنشئي مدن حرفية جديدة جنب المدن الصناعية. إنقلي الناس اللي هناك تبقي حلية العشوائيات. وشوفت لهم مكان يشتغلوا فيه ومدارس ومساجد. وكانها تبقي جنب مدينة قائمة. مثلا خدر عاشر من رمضان كمثال. هميجي حواليها كذا مدينة حرفية. إنقلي الناس. لكن ما تقولهمش هنقلكوا فوست السحر وتسبيهم. لازم يشتغل على دول. لازم يريح الطبقة المتوسطة. لأن بدون طبقة متوسطة فيه اتصار. ما وسعيتها لما الناس بتطالب بحاجات ذا كده يقولك البلد ما فيهاش فلوس. لا البلد فيها فلوس مع كامل احترامي. بلد فيها فلوس والموازنة فيها فلوس. وعيب أنا هكرر. طب ليه بيقولولنا كده يا أستاذة بشعر. مش عاوزين يغيروا حضرتك الموازنة العامة. يعني لا يصح وإحنا في ظروف زي دي. إنه نرجع نقول حد أقصى. مش هلتكلم عنه. ده عيب الحقيقة عيب. بس هم قالوا حيبتدوا يتطبقوا الحد الأقصى. ده أعلن في الجرارة. فرغوا من مضمونه. إزاي؟ ماتي خرقتي منه مؤسسات اقتصادية كثيرة. آه. خرقتي من مضمونه. لحد دلوقتي لم يتم تعديل الجزئية دي. لذي العاملين في البنوك والقطاع الأعمال. ولازم يشوف موضوع تاني السنديق الخاص. عيب قوي إن أنا أقول ما عنديش مليار و 800 مليون عشان الحد الأدنى. وأنا عندي السنديق الخاصة فيها 46 مليار. ودي لسه لم ينظر فيها السنديق الخاصة؟ أمان إحنا بنسوأ تصريحات كثيرة في الجرائد. كأنها طبو. يعني ما حانش عاش يقرب منها. ففي حاجة ترشيد الإنفاق الحكومي لا يصح. وإحنا بنستلف باليمين وبالشمال. نركب عربيات فارهة بهذا الشكل. عدد الوزرات. يعني كلام من كتر ما قلناه زيقنا. فالحقيقة لا. ما فيهش حل. لا فيه مليون حل. بس إعترفنا إن إحنا دولة في حالة حرب على الإرهاب. الحرب هيستمر على الإرهاب فترة على فكرة. أكيد. هل نحن نخلص جيومين ثلاثة؟ لا. ده حرب دولية. حرب إقليمية على الفساد. فإذا أنت أولا الرئيس اللي جاي. عليه طبعا مسؤوليات. مش معنى أن أنا بقول يهتم بالطبقات البسيطة. والناس قاعدة مستنية هيعمل لنا إيه. وناس سبرت كتير في الفترة اللي فاتت. فهموا مستنين هيعمل لنا إيه. فده تحدي رهيب للرئيس القادم أين كان. بس نشوفي حداتك بكرر مش سعب. وبعدين أهم حاجة. عايزة تقول دولة. طب أنا عايزة بس أسأل سؤالي يا أستاذة. دلوقتي كتير جدا من الخبراء الاقتصاد اللي بيجوا عندنا في البرنامج وبرامج أخرى. وبيدونا أحساس أن في حلول كتيرة جدا جدا متاحة. كتير من الناس دول لما بيروحوا الوزارة يعني ما بلحسش حقيقة تغيير يعني. إيه اللي بيحصل. إن الوزارة بتعمل حاجة في الناس ولا إيه. لا لا لا. ولا في بيروقراطية في المؤسسات المصرية. طب إيه مشكلة. لازم يبقى عندك العزيمة أنك تعملي نظام. أنك تغيري. الإرادة. نحن بنسميها الإرادة. يعني أنا حقول لحيك حاجة كنت حقولها قبل ما تقوليك كلمة دي حاداتي. ما تطلبيش من الناس يعملوا حاجة وإنتي مش قدوة. الوزراء لازم يبقوا قدوة. القائمين على الأمور لازم يبقوا قدوة. ما تجيبهوش أول ما تقعاديه على الكرسي تعمليه. هو جاي مش عايزة أقول مش لأيه كل مرة واحدة. لا إحنا في حالة حرب. وإحنا دولة فقيرة. إذا ما يصحش البزغ اللي عايش في الحكومة ده. حضرتك إحنا بدأنا كلامنا على ديفوس. صح؟ إيه الوفد ده كله حضرتك؟ عشان إيه؟ عشان إيه مع كامل احترام يعني؟ آه. وبعدين استثمار إيه؟ شوف أنا بقول لحاداتك؟ ما عادي دي نعرف النتائج عشان نعرف نقيم هل الوفد ده يعني عمل حاجة تستحق؟ مستحيل إنك تتكلمي في استثمار. أنت قصة الأجل وإنتي في حالتك دي. مستحيل. يبقى إحنا مش فاهمين حاجة. أنا مستثمر اللي حيجي يشتغل. شوف أنا قلت لحيطك إيه؟ عايزة خطة للطاقة. وعايزة خطة عشان تنهي الفساد. المستثمرين مش هيجوا يشتغلوا في الفساد حضرتك. وعايزة تاني علشان تبيني قدام الناس كلها أنك بتحتلم القانون. يعني أنت لازم تحتي بيئة استثمار. مش كلما نقول لك نشجع الاستثمار. يقول لك عملنا لهم شباك واحد. خفضنا لهم الدرائب. ولا له معنى. ولا له قيمة. أمريكا أكتر دولة بتاخد درائب من الناس كلها. وأكتر دولة فيها استثمار. طيب دلوقتي فيه كلام عن تعديلات وزرية قادمة. يعني إحنا منتظرين هنشوف يحصل إيه. بس قبل ما ده يحصل. خلينا نعرف تقييم للمجموعة الاقتصادية الموجودة في الحكومة. من وجهة نظر حضرتك ما هي أهم إنجازتها. ولا حاجة. لا. أنا بتكلم جد. ولا حاجة حضرتك. انزلي سلي الناس في الشارع. ما تسألينيش أنا وحضرتك. أكيد فيه إجراءات. انزلي في الشارع. شوفي الناس حصلها إيه. طيب قال فيه إجراءات يعني أصارها يباني بعد شوية. أه تعمل. أنا مش شايفة حاجة الحقيقة. أنا حتى لما قالوا الحد الأدنى والحد الأقصى. على فكرة الحد الأدنى ده جاء من أيام مزارة الدكتور شرف. ولغاية النهار ده ما تطبق. طيب وإيه الإجراءات اللي تعمل فيما يخص الحد الأدنى. لأنه قالوا المفروض يتطبق في يناير. آه وإحنا في شهر إيه. فبراير. طيب. وما فيش أي حاجة. بعد دينا عم سيقول لحديتك يعني إيه حد أدنى وتقولي مش لقين فلوس. حد أقصى. فين الحد الأقصى. آه. ليه تدايقوا الناس بتوع المعشاب بالطريقة دي. آي. يعني هل إحنا بدأ إحنا قمنا بصورة عشان ناخد حقوقنا. ولا قمنا بصورة علشان نخش نحارب تاني الحكومات اللي جاة وراء بعضها. ولا حنفضل قاعدين في الشارع كده على طول العمره كله. ما هو الشباب كمان يائس. آي. قولي لي عملوا إيه للشباب حدرتك. اشتغلوا. تعرف يا حدرتك لو كان الشباب اشتغل كانت الدنيا هديت. الشباب مش تغلش. بسوى الموضوع دايرة زي ما حدرتك لسه كنت بتقولي يعني طمال لوقتي فيه عنف لسه وفيه حرب على إرهاب. تعملي قروب متناهية الصغر للشباب. تعالوا يا شباب خدوا الفلوس دي. تجيش تقولي له بقى فين دراست الجدوى وشوف لك دامن وين دي شكات. يتعثر تروحي مدخلا السجل حتى وانتي بتساعد بلدك. أنا دايما نقولي يا جماعة الصندوق الاجتماعي اسمه صندوق الاجتماعي. ما اسمهوش بنك تجاري عشان تطبقي نظم البنوك التجاري عليه. ما ينفعش. حضرك لو كنتي وزيرة في الحكومة القادمة وزيرة مالية أو اقتصاد أو استثمار. ايه أول إجراء حتخديل؟ موازنة العامة. ايه؟ السنة دي الخاصة. الحد الأقصر. افرزي لقيته جوه حرب بقى. لا مفيش حربة حددك. مفيش حد أكبر من الدولة. دي فلوس البلد. أنا دايما ندي مثال بالرغم أني لا أتفق مع هذا المثال. لكن بدي أقولي عشان أوريكي لو عايزة تعملي هتعملي. جمال عبد الناصر لما جاه في الحكم عمل ايه؟ خد فلوس الناس إدها للناس. أنا مش موافقة. نياخد فلوس الناس. أنا ما بقولكيش خدي فلوس الناس. أنا بقولي خدي فلوس الشعب اديها للشعب. صح؟ ايه بقى صعوبتها؟ ولا هي مصالح شخصية؟ ما ينفعش. أنا مش بقولك روح يخدي فلوس بسانتو حدرتك. لا. خد فلوس الأغنية ده للفؤر. خد فلوس الأغنية ده للفؤر. والأغنية قالوا الله جاب الله أخذ. واستمرت البلد وخلصت. مش هنا فيها. أنا مش طالبة كده. أنا طالبة أخذ فلوس الشعب. زي مثلا الناس اللي بتتخاني على التأمينات الاجتماعية. ده فلوسهم السندية الخاصة ده فلوس البلد أخذ بالحضرتك. أنا مش طالبة أخذ فلوس حد. أنا طالبة حق الشعب يروح للشعب. أموال المعاشات والتأمينات ده مشكلة كبيرة وقيل أنها ستتحل بشكل تدرجي أو تدريجي. يعني دكتور البورع يصرح بكلا. قال ليها ستتحل بشكل مباشر فوري ولكن بشكل تدريجي. معا حق بس في نفس الوقت بقى أنا أعسى لك في نفس الوقت دكتور بورع هاملين أنا مصدقاة بس في نفس الوقت بقى ارفع المعاشات شوي يعني السندية الخاصة حمسكها هي الوحدة. جات لك معونات من الخريق كان لازم توجيها فورا لده للاستقرار الاجتماعي وده اللي أنا عمالة بقول حالتك إنه محدش والفلوس بتيجي بيبص على الفقرة. لا دخلت في حاجات تانية خالصة بس الناس تانية قالت إنه لو الفلوس دي جات مثلا أموال المعونات والمنح اللي بتيجي دي تم إعطاقها لرفع أجور ما هو ده كده أنت للمفروض تستغليها في استثماري يجيب فلوس تانية. فين الاستثمار. ما يمستني الأمن والأمن يمستني الفرخة. لا لا أنا مش مصدقة أنا شايفة زي ما قلت لحضرتك أنا أولوياتي باستقرار الاجتماعي والمحافظة على الطبقة المتوسطة دي لازم تبقى أول حاجة على الأجندة لأن الناس مش هتستحملك أكتر ما كده إلا زي نفسك في حرب ثورة ثالثة أنا ننزل ثاني في الشارع هل حرج ما تتوقعي ثورة ثالثة إذا لم يتم الالتفاة للفقراء وللعشوئيات؟ مئة بالمئة الجوة كافر يعملوا إيه حضرتك صوري واحد يصحى الصبح ما يقشي أكل أولاده ومراته عينة مش قادر يعالجها طفلة ما يحتاج حاجة أنا مرة شفت في التلفزيون حلقة حضرت الجابين بنتين أخوات البنت بتقوله أنا أنا معادي أتعشى النهاردة وأختي تتعشى بكرة معقولة يا ناس معقولة وتعدي كده تعديت الكرة هي مصر الشكل الاقتصادي بتاعها إيه يا أستاذة بسانت؟ تقصدي إيه هذا؟ يعني مصر تبقى للدستور اللي تحت هي مصر رأس مالية ولا رأس والاشتراكية ولا عدالة اجتماعية؟ الدستور تتكلم على الاقتصاد بشكل هايل الحقيقة تتكلم على عدالة اجتماعية بشكل ممتاز عشان كده أنا قلتلك هي مش موضوع الدستور تعالي بقى هاتي الدستور هل مصنفة مصر في كاتيجري معينة؟ مش تازليف يعني قسمتي النهاردة ما عدتش العملية تتصنف بالشكل اللي كان زمان لا أبدا أنت أوزا النهاردة ترعي العدالة الاجتماعية وتكلم عنه الدستور كويس قوي بس فعاليها عايزة تنمي الاقتصاد فعاليها عايزة تهتمي بالزراعة فعاليها ولذلك أنا قلت لحضرتك أنت محتاجة عدد من القوانين هل يا ترى الأحزاب بتدت تشتغل على هذا الكلام؟ مجهزة قوانين عشان نفعل الدستور؟ ولا هنفضل طول النهار كده في الشارع؟ ده سؤال بقى يعني ده سؤال أستاذة بسانتة بشكر حريك جدا أستاذة بسانتة فهمي خبير الأوراق المالية بشكري جدا وأكيد زي ما أستاذة بسانت قالت الرئيس القادم إذا لم يلتفت للشارع إذا لم يلتفت للفقراء إذا لم يلتفت لتحقيق عدالة اجتماعية تبقى لمطلبات الثورة حيلاقي صورة جديدة فقرات نارسة متواصلة معك ورجعي مع آخر فقرة لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة